خلال ندوة من تنظيم مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاشتماعية بالدار البيضاء أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغباتة محمد الصديقي على أن المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية ومواجهة التغيرات المناخية ولقاء مهم جدا حول موضوع الساعة والتي هو موضوع التأقلم موضوع السيادة الغذائية والموضوع المناخ والتأثير على القطاع الفلاحي موضوع فيه عدة جوانب فيما يخص هذا الشيء الذي عملته بلدنا في تنزيل البرامج والمشاريع والموضوع المهم والجوهري الذي هو الماء وأكد الوزير على أن التحكم في المياه أصبح أمرا مطلوبا أكثر من أي وقت مضى للاعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية مشددا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وعلى استراتيجية الجيل الأخضر واللقاء مع سيد محمد صديقي يتميز بالطريقة التي سيعالج بها هذا الموضوع التي تعتبر كستراتيجية جديدة بالنسبة للمملكة بالنسبة للسياسة المائية والسياسة الفلاحية وخاصة وأنه كما تعلمون مع الأوضاع الجيوي استراتيجية العالمية فالأمن الغذائي أصبح أولوي بالنسبة للمملكة وبخصوص التدابير الرمية إلى تطوير زراعة فعال بيئيا تم التأكيد على الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين ترجمة نانسي قنقر